وفي ختام حلقات النشوز لا أنسى أن أجدد دعوتي للمجالس التشريعية والمجامع الفقهية ومؤسسات حقوق المرأة والطفل للتصدي لظاهرة الضرب ضد أي إنسان رجلاً أو امرأة أو طفلاً وأن تصدر من التشريعات ما تراعي به الواقع المعاصر من كافة جوانبه وتجرم أي شكل من أشكال العنف وأن تصدر من القوانين ما هو كفيل بردع المخالفين والمجرمين كما أعيد التأكيد على أن الحياة الزوجية في الإسلام تبنى على المودة والرحمة وليس فقط على الحقوق والواجبات المدنية والقانونية وهذا ما يفهمه الخامل البسيط والذكي الألمعي من آيات القرآن الكريم في هذا الموضوع